التعامل مع المرأة التعامل مع المرأة دينياً والتعامل مع المرأة اجتماعياً وثقافياً الله يحييك وكل لحظة ومشاهديك وحضرتك بخير ويمن وسلامة وشعبان ورمضان وكل الأواد هابدأ بس بسؤال عام كده إحنا ليه دايماً عندنا الخبر اللي يخص الست فيه مشكلة يعني ليه مش معترفين بالست دي كائن كامل مستقل من حقه كل حاجة خليني أتفائل في الرد عليك أقول يمكن عشان إحنا مهتمين بيها يعني الناس عندنا راحة وتشوف الجانب وعالي الأدب شوي عشان موضوعك ده أساساً كفير بإنه يجيب الانفجار يعني لكن زي بعضه خلينا نقول كده إحنا مهتمين بيها لأنها بنتنا وحبيبتنا وأختنا طيب ما هي كده يبقى إحنا ندلعها ونحترم ظروفها ونديها جاز ما زي بعضه أنا ظروف بقى إيه مشكلة؟ أنا ظروف ما تكون عيهنا مريضة ها؟ لكن عندها حاجة ربنا خلاها فيها فعيز أقول ساتك ولحضرات المشاهدات والمشاهدين جملة وحدة بمليار دولار عندها أنا فأودي من تعبيري أنا المرأة يا سيدي في هذا الدين شأنها الستر كتب مبروك أعطيها حالا فلماذا السعي إلى كشف هذا الستر عنها؟ علامة تعجب علامة استفهام حط اللي أجبت المرأة في هذا الدين شأنها كله الستر لما جات تتجوز وهي بنوتا الشرع مش حقولها كأبو حنيفة أو رشف على كل الدنيا إذنها سكوتها يعني بدان سكت تبقى راضي عن عباس أو علي أو عبد الشكور فيه ستر يا كده تخيل لو قال ده لازم تقول بحيبو طيب زي ما هو النهاردة موجود يعني مش حتجنس غير تخيل يعني يا العزو الله الستر قال بدان سكت السكوت ده ستر ولا فضايح وفي أمر مشروع يعني فيه أمر بناء بيت وحياة وكلام التهويل اللي كلنا حطناه مش فاهمين منه حاجة اللي هو جوازه وبيت وعياله حتتضرب ولا حتتكرم حتتصرف عليها ولا حيوب خل عليها مصير حياتها مع بني آدم قال لها لو مواف أسكت طيب أما إذا سبق لها الزواج من قبل فمعناها أنها كافيلة بأنها تعبر بطريقة هي خلاصة خبرتها يعني تقول لا مش عايزها أولادة حيفكرني باللي كان قادرة على أنها تعرب عن رأيها الثيب تعرب عن ما في نفسها والبكر ابنها سكوتها طيب تعال بقى الموضوع الدورة الشهرية لو أزمت لي وهتخيل حاجة الأول أقول الحديث قبل من ساوى روح عيالي طيب هي كان أمورة 16 سنة ونص 17 أنا متأكد من اللي بقوله وراحت للنبع والسلام تبيت عليه أنت خارج بكرة الأحد قال لها أيها حوار في منتهى الجمعات قالت له طيب أنا عندي الرغبة يا رسول الله أن أنا أجي معاك الجهاد أجيب ميا للعساكر تشرب أداوي حد مجروح من المسلمين كفر للشارع ويبقى لي دور ويبقى لي دور ووسط المعمعة فوعدها عليه الصلاة والسلام من النجمة كانت شو بقى اللي قاله السهيلي بتاع التاريخ العملاق رجبت وراه على نفس الدب يعني مش النبي عليه الصلاة والسلام راكب ناقة وهي ناقة لا دي ورا النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقوبة اللي ناقة مشت عشرين تلاتين خطوة من المدينة وراحت البنت قد أي ركز معايا باشا فقال عليه الصلاة والسلام أحطي مش سابها هي تقول أنا جاتني الدورة لنا نبي مش عارفينه قال لها هي جات النبي اللي قال إيه لها هيخلي بنت تقول أي يعني كده يعني طبعا قالت نعم قال لها وعت خافي هذا أمر خلقه الله في بنت حواء لكن علشان دي تقريبا أول مرة تجيك يا بابا حتستحمي بعد الدم ما يخلص وحتهارب ميسك بعد ما تستحمي وحتبقى كذا 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 أيضا طب والتوب قال لها بملح ويطهر التوب لو ما فيش مية تغسلها به كان ممكن يقول لها نرجعي نرجعي استنى نزلي استنى يلا حدبت الماما يا حدبت خلي ربنا يكون فعونك يا حدبت خدي أجل ده بص بقى حقول لك سطر بمليار ونص السطر بمليار ونص ده النص خليه لأنها ميشت وراه و هي عليها اللي بيشموها البيريود المثقفين أو الدورة أو الحايدو بلغة الشريعة الإسلامية المحترمة جدا ويسألونك عن المحيط قل هو أدى أزل الراجل أن يقترب مش أزل الست فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطورن ودي حيب أن فيها كلام كتير جدا لسه بخلي بالك فالعروض اسمها فاعلاته النبي عليه الصلاة ما دهاش أجازة وخدها معاه الجهاد المليار بقى في نص السطر اللي جاي وأعطاها نصيبا من الغنائم